أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته نقول أنا سبحانه وتعالى عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب فاصطفاه ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس فاصطفاههم وجعلهم زراء للنبي صلى الله عليه وسلم So, we don't need to talk much about the great, the virtues of the Sahaba رضي الله عنه Everybody knows, but we'll just mention a couple of ayahs and some statements about the virtues of the Sahaba So, Anas ibn Malik رضي الله عنه said that Allah سبحانه وتعالى looked into the hearts of all humans and he selected the heart of the Prophet صلى الله عليه وسلم because of his greatness and because of his virtues then Allah سبحانه وتعالى looked into the hearts of all other humans and he found the Sahaba to be the finest and the best so Allah سبحانه وتعالى chose and selected them to be the servants and the consultants and the assistants of the Prophet صلى الله عليه وسلم وماذا نقول في فضائل الصحابة بعد ما قال الله تعالى في سورة التوبة لقد تام الله على مهاجرين والأنصاري والذين اتبعوهم بإحسان وفي رفس الآية يقول تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنهم وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ سَجْمِ تَحْسِهَا الْأَنْهَارِ إِلَىٰ أَثْرِ الْأَيْفِ So what can we say about the greatness and the virtues of the Sahaba after what is mentioned in the Quran? Allah سبحانه وتعالى says that Allah has forgiven and showered His grace upon all the Sahaba and Allah is pleased with all of them and all of them are pleased with Allah and Allah has prepared for them Jannat, paradise in which they will remain or live forever. So if Allah is pleased with them, how come that some Muslims criticize some of the Sahaba? To say something about the Sahaba you have to be in their level to criticize them يعني لا يجوز لأي مسلم بأي حالة من الأحوال أن ينتقد بعض الصحابة أو ينقص من قدره فلا بد أن تكون في قدر الصحابة ومنزلته حتى تتكلم عنه من يتكلم عن معاوية أو عن عثمان رضي الله عنه تمام؟ سُئِلَ عبدالله بن مبارك فقال سُئِلَ معاوية أفضل أم عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه؟ أنا معروف أن عمر بن عبدالعزيز خاصة الخلفاء الواشنين ومعروف عنه عقده وكرمه وشجاعته فقال عبدالله بن مبارك والله لتُراغ في أنف معاوية رضي الله عنه من جهاده مع رسول الله وصحبته لرسول الله أفضل من عمر بن عبدالعزيز شرف الصحبة وشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شرف وكرم الصحابة عن من جاء بعدهم بغض النظر عن مكانتهم ومنزلتهم حتى لو كان عمر بن عبدالعزيز فا مممموى عبدالله بن مبارك وخالي ما أفضل من عبدالعزيز أمام، هم عبدالله بن عبدالعزيز أمام عبدالعزيز أمام عبدالله بن عبدالعزيز نعلم عبدالعزيز One of them is the fifth rightful guy and the khalifah فا محمد عبدالله بن مبارك فأبدا اللعبدالله بن عبدالعزيز ماذا نقول فيما وقع من أخطاء من الصحابة نعروف إن بعض الصحابة وقع منهم أخطاء تمام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسامحهم بما لهم من حسنات أخرى يعني حاطف ابن أبي بلتعب في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن لا يخبروا بذلك أحدا فكتب حاطف رضي الله عنه كتابا لأهل مكة يحذرهم من نية النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح ثم جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطف كتب كتابا لأهل مكة يحذرهم خلافا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد عمر بن قطار رضي الله عنه أن يضرب عنقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فَلَعَلَّ اللَّهَ نَذَرَ إِلَى أَهْلِ بَدْرِ وَرَأَ مَا عَمِلُوا فَقَالَ لَهُمْ اِعْمَلُ مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ The Prophet of Makkah said, timology stripped the people from Makkah warning him that the Prophet ﷺ is on his way to take over the city. The revelations came to the Prophet ﷺ and told him, J bomberil that Hatib wrote a letter to the people of Makkah and he knows the rest of the story. So Omar is furious what is going on. He is a hypocrite. Let me, you know, fix him up. So the Prophet ﷺ told him maybe Allah смотрed at him في الموقف الآخر أحد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع القنائم جاء وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصر الرجل يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم وعدم العدل في القسم فقال خالد بن وليد رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يصلي دعه فإنه يصلي so a man came while the prophet صلى الله عليه وسلم was distributing money among people so the man was not basically happy with the way the prophet صلى الله عليه وسلم distributed the money used to favor some new Muslims just to strengthen their hearts in the faith okay so this man was mad he said wallahi there is no justice in this distribution and the prophet صلى الله عليه وسلم didn't mean to please Allah by doing what he is doing so the prophet صلى الله عليه وسلم said may Allah have mercy on my brother Musa he was abused by his people more than me but he forgave them and he was merciful to them so Khalid ibn Walid رضي الله عنه said oh prophet of Allah let me chop it off his head man he is look at what he said so the prophet صلى الله عليه وسلم said leave him alone because he prays so the prophet صلى الله عليه وسلم used to forgive them because of their other good deeds that they did وقال بعض أن الصحابة والله لقيام الصحابة ساعة على رسول الله أفضل من القيام أحدكم طول عمل so some of the صحابة said by Allah the صحابة standing with the prophet صلى الله عليه وسلم and serving him and helping him you know teach his message in the sight of Allah is much better than anybody else who comes after them their whole life of عبادة and worship إن شاء الله we'll continue next time وقالنا صلى الله سبحانه وتعالى إن معلمنا ويشفعنا ونرفعنا ونعلمنا فقالتنا الدنيا حسنتا وفي الآثرة حسنتا وفينا عدام النار وصل اللهم مع رسية محمد وعلينا وصحة أشبعيكم رزيكم الله